اقتصادين إذا كان هناك ثمت عنوان عريض يقاسم كورونا المشهد هو البيتكوين في 2020 التي تألقت وارتفعت ووصلت إلى مستويات تاريخية استثنائية وكانت تركض بقوة في هذا العام سنستعرض البيتكوين وما الذي فعلته في هذا العام يعني أداء البيتكوين منذ بداية العام رأينا عملية الإقلاع التي تمت بكل ربما سهولة ويسر وارتفعت البيتكوين من مستويات 4000 و8000 دولار حتى وصلت إلى 28000 دولار خلال هذا العام وهو تطور لافت كبير تخطط حاجز 28000 دولار للمرة الأولى تاريخيا في تاريخها تصل إلى هذه المستويات غير المسبوقة هذه المستويات القياسية تأتي بدعم من ارتفاع طلب المؤسسات من الدرجة الأولى وبالتالي عندما يزداد الطلب ترتفع القيمة بطبيعة الحال إذن البيتكوين هي أبرز العملات في 2020 مكاسب البيتكوين في 2020 قدرت ب290 في المئة نسبة كبيرة ومضاعفة إلى حد كبير قرابة 10% فقط من البيتكوين متبقية للتعديل نتحدث عن إجمال عدد البيتكوين هو 21 مليون قضعة تم تعدين حوالي 18 مليون قضعة على الجميع ربما أن يلحق للعشرة في المئة في هذا الاتجاه ارتفاع اهتمام المستثمرين في العملات المشفرة بايبال تسمح باستخدام البيتكوين في المعاملات سكوير تشتري ب50 مليون دولار من البيتكوين كما ذكرنا يعني دعم المؤسسات وشرائها للبيتكوين دعم بشكل كبير هذه العملة أداء العملات المشفرة الأخرى الإثيريوم ارتفع ب460 فئة المئة أيضا ارتفاعات كبيرة لافتة أكثر من البيتكوين لكن البيتكوين بطبيعة الحال هي التي سأثرت بالأجواء باحتمار قيمتها العالية الريبل فقط 11 فئة المئة كانت سجل ارتفاعات كبيرة لكن قضايا مرفوعة ضد هذه الشركة أدت إلى هذا التراجع والانحسار في أدائها العام الجديد 2020 ينتظر فيسبوك ليطلق ربما عملة ليبرا المشفرة أيضا في يناير 2021 لا ندري ما إذا كانت ستضيف زخم جديد إلى هذا السوق وهناك اتجاه لافت أن البنوك المركزية في العالم تتجه أيضا لإطلاق عملاتها الخاصة المشفرة في ظل حالة الجذبة الكبيرة التي انتظمت البيتكوين القيمة السوقية للمشفرة استمرت فيها الاجتفاع منذ العام 2014 حتى العام 2020 في بداية العام 2018 وصلت إلى 770 مليار دولار عادت ونزلت عن هذا الرقم إلى 700 مليار دولار وهي القيمة السوقية الحالية للعملات المشفرة حول العالم إذن توقعات الأسواق لمستقبل البيتكوين هي توقعات كبيرة رئيس صندوق التحوط في جولمان ساكس يقول بأن البيتكوين سيصل إلى مليون دولار في خمس سنوات هذه تأملات كبيرة غير مسبوقة أيضا جي بي مورغان يقول أن القيمة سترتفع ثلاث مرات في المستقبل القريب سيتي يقول بأن البيتكوين ستتخطى الثلاثمائة ألف دولار بنهاية 2021 كلها آمال عريضة كبيرة من مؤسسات كبيرة أيضا في البيتكوين لا ندري ما الذي سيخبئه العام الجديد ما إذا كانت ستواصل البيتكوين الانطلاق بكل هذه السرعة الماريثونية موسيقى